نرجع بقى تاني لحتة الفقد لأن الحلقة النهاردة موضوعها الأساسي الفراء وإحساس الفقد وإن ده بيعمل أوجاع ممكن تقعد لسنين وسنين وزي بالظبط قصة داود هو قعد عايش حياته وتعرف على دي ودخل في علاقة مع دي ودي 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 وفي الآخر هو بسبب مشكلة الفقد اللي عنده اللي معالجها الصح عمل لهم مشاكل كلهم يعني هو اللي جرحهم ووجعهم وابتدى يمشي طول ما هماش يعمل يعني زي ما بيقول يعني تدخل بني قدم مع حياته بوز لها الصفت وار بتاعها يغير لها حياتها البنت تدخل في اكتئاب وفقد ليه يعني ليه دايما اللي عنده إحساس الفقد ممكن تعمله مشكلة نفسية ويطلحها في بني قدمين كتير يعني يقول لك دايما حتى في السوشال ميديو يقول لك اللي بيعملك وحش دا واللي دايما تقيل عليكي ودايما بيعملك بجحود هو يامة ساب ويامة وجع يعني الراجل دايما اللي بيحب يدوسها الست دا عرافي على طول انه هو ايامة داس عليه دي نظرية صح؟ ما قدرش اكزم بيها أو انكرها بس انا قدر اقول بمنتهى الصراح ان اي بنا آدم بيئذي الطرف التاني هو بنا آدم عنده مشكلة نفسية مية في المية وبنا آدم لازم لازم تبعد عنه يعني البنا آدم اللي بيتقل علي البنا آدم اللي بيديني حب وفجأة يحبسه ويمنعني البنا آدم اللي اللي بيكذب اه انا ما ينفعش اكمل قولا واحدا يعني ما ينفعش اتفكر اصلا انا بيقولي الكذاب دا ما يتعشرش بيعوده ويتريعه علي قال لهم الكذاب دا كذاب يعني كل حاجة في حياته مزيفة هو كذاب فيقولك يا استدي كتب بيضة يجي يقولي امراته ايه خلاص بقى ناس بقى وعدت اه ما عرفش ايه ويدحك علي بكلمتين الكذاب دا ما يتعشر خلينا برضو عشان ما فيه كتبات انت ممكن تعديها وفيه كتبات انت عارف مكداب لأ خلاص دا شخص كداب دا شخص بيجدب ما هو دا اللي بيجدب دا ما هو عامل زي اللي احنا مقولي علي هم مش قابل نفسه اصلا هو مش قابل اللي هو بيعمله فبطبيعة الحال دا بنا قدع ما نفعش اتكمل معي يعني كده خلاص العلاقة انتهت الكداب اصلا هو ما عندهش قبول لنفسه ولا عنده قبول اللي هو بيعمل يعني هو مش متصالح مع نفسه فبيجدب فبيخب الحقيقة ده ما أنا قده ما فاشلت إيش معي خالص خالص ما تفكرش هتتئذي هتتئذي هتئذي وهعرف عشان الناس للأسف بتحب تعيش دور الضحايا فيركع يقول ما هو اللي كان وحش لأ انت اللي وفقت انت شفته وحش ووافقته وكملت لأ كلمني كست عشان دلوقتي المشاهدة اللي بتتفرج عليك دلوقتي ست عايشة مع حد كداب أو لسه متعرفة على شاب كداب فأنت تقول لها ايه هقول لها خليكي بني قدمة بتحب نفسها بجد وقدرة تقول ان انا بتئذي وما تقبليش على نفسك الأذى وما تعشيش دور الضحايا علشان خاطر في الآخر دور الضحايا المستمر هيخليكي بني قدمة وقفة في حياتك في نفس المكان النمل بني قدمة اللي بتاخد خطوة وبتعرف تواجه وتعرف تقول انا هنا مأزي انا همشي دي بني قدمة قررت انها تتبر في حياتك قررت انها تبقى من قدمة فاعلة مش طول الوقت مفعول بيها وندمانة برافر محمد